تم اليوم مشروع في تسليم فتيح دفع الأولى من سكنات برنامج عدل فائدة مكتسبي 2001-2002 بالعاصمة حسب ما كشف عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون وتتوجد السكنات الأولى التي سيتم توزيعها في كل من مواقع المال حول تفايد سيدي عبد الله ورغاية بالجزائر العاصمة على أن يشرع في نفس العملية بعدها بأيام في ولايات أخرى حسب الوزير دائما ومباشرة معنا هشام شريك موفى التلفزيون النهار إلى عين الملحة بالجزائر العاصمة أين سيتم تسليم مفاتيح الدفع الأولى هشام شريك تفضل صباح الخير زميلتي لاميس كما تشاهدين من أمامي وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون هنا بقاعة أين يتواجد المكتب عدل 2001-2002 بعين الملحة الوزير عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة سيسلم اليوم حوالي حسب ما استقينا من المكلف بالإعلام حوالي ألف مفتاح سكن لمستفيدية عدل 2001-2002 وستستمر هذه العملية إلى غاية أسابيع لم يبقى فقط أسبوع لرمضان وكذلك في رمضان وبعد رمضان هذه أهم المعلومات التي تحصلنا اليوم من مقربين بوزارة السكن والعمران والمدينة وتفاصيل أكثر بعد قريبا سيلقي وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون كلمة حوله وسيسلم أيضا المفاتيح للمستفيدين نعم شكرا جزيلا لك هشام شريف على كل هذه التفاصيل كنت معنا مباشرة من عين ملحب الجزائر العاصمة نذكر أنه سيتم اليوم وفي هذه اللحظات كما تبعنا في هذه التغطية المباشرة سيتم شروع في تسليم مفاتيح الدفعة الأولى من سكنات برنامج عدل لفائدة مكتتبية 2001-2002 بالعاصمة حسب ما كشف عنه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون تتواجد السكنات الأولى التي سيتم توزيعها في كل من مواقع عين الملحة وولاد فايت سيدي عبد الله والرغاية بالجزائر العاصمة كما نتابع في هذا المباشر وصول وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون الآن على أن يشرع في نفسه العملية بعدها بأيام في ولايات أخرى نتابع أيضا في أصور حضور كوادر في وزارة السكن ومدير وكالة عدل والمكالب الإعلام والاتصال بوزارة السكن تفاصيل أوفة حول هذه العملية عملية تسليم مفاتيح الدفع الأولى من سكنات برنامج عدل في قادم وعيدنا الإخبارية وستكون لنا متابعة للحدث التربوي